إسلام مواجهة كبيرة بتنسى بقول لكابتن عمر من شوية العادي في مواجهات كاس السوبر الأفريكي أو كاس السوبر في حتة في العالم بطل دول الأبطال مع بطل الكنفدرالية أو يوبا ليج يعني في حتة يعني في العالم بيبقى بطل دول الأبطال هو اللي أقوى من بطل الكنفدرالية بنسبة واضحة يعني لكن المراتي لأ ده أهلي ورجاء المواجهة دي شايفها إزاي زي ما أنت بتقول طبعاً إمكان السهل اللي فات كان خير مساء الأهلي ونهات بركانة اللي قبلها كان الزمالك والتراجي شبه مواجهة الأهلي والرجاء لما بيبقى الفرقتين كبار بتعمل شو أحلى المواجهة السوبر الأفريقي ما تشطنا قدام فرق شمال إفريقيا كلها أندية منتخبات كلها مستهلة أبداً ونادي الرجاء نادي متمرس كبير عنده خبرات كبيرة جداً عنده لعيبة كويسة عنده قدرات في الملعب وعندهم يعني بيعرفوا يمشوا الجيمة كليم زي ما هم عايزين يعمله وبيعرف النهاردة حتى لو هو أقل منك فنين هو بيعرف يجرك اللي هو عايزه فبالتالي ماتش مستهل يمكن أنا شايف الأفضلية ممكن تكون لنادي الأهلي وجود الجمهور الملعب الأجواء لعيمة الأهل الدولية كلها لسه عايشة أجواء قطر وبطورة العرب لسه موجودة زي ما هي فأعتقد ده ممكن يدي أفضلية الجماهير المصرية فقطر وجمهور النادي الأهلي أعتقد هتدي بوش كبيرة جداً للأهلي في الماتش بتاع بوكر اشتركوا في القناة